موسيقى كافية في بعض مراكز التكوين يعني كانت مكتظة ويتم برمجة دفعات أخرى في وقت آخر أما السؤال وارتيش عيطانا لتكوين كل شخص ينتظر ويسأل في وكالتهم أو في مركز التكوين أو ينتظر رسالة أسماس لأن كل ولاية وكل مركز وخصصيته وتكوين يكون على شكل دفعات وليس دفعة واحدة يعني لما يطلوش فالدفعة هذه ممكن رح يكون في الدفعة القادمة يعني فقط أبقوا في تساؤل مرة على مرة سخصوا في تكوين أو في الوكالة التي تنتمون إليها لأن كل مستفيد من منحة البطالة يرفض تكوين منحة البطالة ستسقط منه آليا أو حتى يعني يدرس ويتغيب ستسقط منه منحة البطالة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفقيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد